المدينة الشمالية الإسكاني من تنفيذ الأعمال الإنشائية لأكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية تؤطرها حدودها الممتدة كأكبر مدينة من بين المدن الخمس التي تنفذها وزارة الإسكان المدينة الشمالية تشكل بالنسبة لنا تحدي كبير وعلى هالأساس قررنا في وزارة الإسكان أن نعمل في خطين متوازين الخط الأول القيام بتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الشمالية بنية تحتية ووحدات سكنية الخط الثاني في المراحل المستقبلية قررنا أن نأسس نبني البنية التحتية في الأول مما يتيح لنا إن شاء الله في المستقبل أن ننفذ مشاريع الإسكانية بسرعة متناهية لا الحمد اليوم وصلنا إلى مرحلة جدا متقدمة وفي الحقيقة المدينة الشمالية تكون جاهزة للاستلام والتشغيل التجريبي نسب إنجاز متقدمة تطوف حاجزة 85% تشهدها المدينة الشمالية خصوصا تلك المتعلقة بأعمال البنية التحتية الأمر الذي يوثق قصة نجاح سطرتها أولى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان عام 2012 بالشراكة مع القطاع الخاص هذا المشروع الإسكاني الذي وضعت وحداته ضمن نطاق جزر لم يخفل عن توفير العديد من المرافق الخدمية التابعة إليها كالخدمات الصحية والتعليمية والدينية والرياضية إلى جانب خدمات المواصلات والطرق وخدمات البنية التحتية التي ستكون مهيئة لاستخدامها من قبل ما ينوف على مئة ألف من قاطن المدينة الشمالية ككل العام القادم 2018 إن شاء الله رح يشهد تسليم تدريجي للعديد من المدن على رأسها طبعا مدينة خليفة رح إن شاء الله نسلم الدفع الأولى من هذه المدينة والمدينة الشمالية أيضا رح نسلم الدفع الأولى من المنطقتين وبمشيئة الله تعالى أيضا رح نسلم المرحلة الأولى الحزمة الأولى من مدينة شرق الحد ونتوقع إن شاء الله أيضا ضحية الرملي أول ألف ومائتين واحدة سكنية رح يتم تسليمهم مع أواخر عام 2018 إن الاستمرار في إحراز تقدم ملموس على نسب الإتمام في المدن الإسكانية الجديدة سينعكس إيجابا على سرعة توفير الطلبات الإسكانية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة وذلك مقترن اقتران كليا بتوفير الميزانيات اللازمة لتمويل المراحل المستقبلية اطلاع عن كثب لآلية سير العمل في مشروع المدينة الشمالية الإسكاني مشروع سيلبي طموحات ما يزيد على 15 ألف أسرة بحرينية ترغب في امتلاك السكن النموذجي ضمن بيئة مثالية لتلفزيون البحرين محمد الشيدات